ايه علاقة الصدقات وتعمير بيوت الله بتفريج الهم والكرب سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتدايق أو بتحصل له مشكلة كان يهرعوا إلى الصلاة وكان يقول سيدنا بلال أرحنا بها يا بلال يعني أقم الصلاة علشان نستريح فالصلاة تريح الإنسان طيب أنا بقى لو سهمت في مسجد وكل الناس تصلي فيه أنا باخد كل البركة دي يعني أنا لما حد يروح يصلي الفجر حد يدعو لله عز وجل حد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل الثواب ده بيرجع لي بيطهرني بيكون بركة لي في حياتي الله عز وجل يقول اليوم نكتب ما قدموا وآثارهم أي آثر تركوا الإنسان سواء كان بالفعل أو بالقول أو حاجة تشهد له أمام الله عز وجل مكتوبة له في ميزان حسناته ومسال بسيط جدا سيدنا عمر بن العاص أول ما دخل مصر وكانت مدينة الفستات اللي هي القاهرة الحالية عمل إيه اختار مكان بنى فيه مسجد كان بسيط جدا شوية طين كده وطوب عمل جدران وكان 23 متر في عرض 13 متر يعني أقل من حوالي 270 متر ده كل المسجد وكان مسقوف بالجريد ومفروش بالحصة حتى ما كانش فيه فرش في المسجد وظل سنوات طويلة الآن مسجد عمر بن العاص حوالي 13 ألف متر أو ما يزيد عن 13 ألف متر ما يقارب 50 ضعف اللي بناه سيدنا عمر بن العاص من الذي يأخذ هذه الحسنات سيدنا عمر بن العاص وكل واحد جاه كبر المكان ده وطور هذا المكان على مر يعني تقريبا 1400 سنة فاحنا بنقول لأي حد انت دلوقتي بتساهم في بيت بيوت الله حييجي البيت ده يعيش سنين طويلة إن شاء الله يعني التسليح والحاجات اللي بتتعمل دلوقتي والخرصنات والأواعد يعني ما يقارب 100 سنة 150 سنة تظل على حالها ومع شوية تجديد وصيانة هتعيش عمر طويل هيجي جيل جديد احنا لسه مش عارفين شكله ولا لونه ولا وصفه هيلاقي المسجد ده محتاج توسعة محتاج يكبر هيشتري البيوت اللي جنبي زي ما بيحصل دلوقتي ناخد مساجد ونوسعها ونكبرها ونطورها مين ياخد الحسنات انت اسمك مكتوب لا يمحى يعني ستظل صدقة جارية إلى أبد الآبدين قالا استلمت البناء ده قائم اتطور كبر الناس يعني صرفت عليه كتير انت يعني حجزت اسمك في قوائم المتصدقين في المساجد وطول ما انت عايش في الدنيا بتاخد البركة وبتترك يعني لذريتك يورث يعني الله عز وجل يقول وكان أبوهما صالحا فقالوا ان صلاح الآباء الرجل اللي عاوز يحافظ على أولاده يعودوا للأبناء الصدقة بتاعتك هتبقى قاعدة لذريتك إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى فده معنى مهم جدا ان عاوز ابقى في قبري نايم مستريح وفي حسنات جاية لطول الوقت وفي نفس الوقت أولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي بيجي لهم نفس الحسنات ونفس البركة احنا دلوقتي مازلنا بنتبرك بأي حد من نسل النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمر ممتد سبحان الله فصدقت المسجد من أعظم الصدقات تقربا لله سبحانه وتعالى طيب في بعض الناس سيدنا بيبقى مثلا عندهم بنيين فيلا أو كده ويبنوا برا في مسجد كده الصغير وكده جميل طبعا مش للعامة صحيح يعني الأهل البيت أو الأرايب أو الضيوف جايين يزوروهم بيهين وقت الصلاة بيروحوا في المسجد دا يصالوا دا له نفس السواب هو طبعا لا شك أن أي مكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن خصائص الأمة الإسلامية قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مكان طاهر في البيت في مكان العمل اتخذناه مسجد فهو مسجد ولكن المسجد الجامع اللي هو إحنا بنمشي نقبل الجران لو في حد غاب هنسأل عنه حد مريد هنعرف ونزوره حد بنته بتتجوز هنروح نقف جنبه حد عنده يعني مشكلة هنساعده فالمسجد الجامع له فضل كبير جدا دي حاجة الحاجة التانية الخطى إلى المساجد الإنسان لما يبقى عنده المسجد في البيت أو يعني خاص بالأهل يعني لما نروح نقابل ناس ونشوف الإيمان في وشهم كده ويسلموا علينا ونصالوا وراء الإمام وكون صوته جميل ترجمة نانسي قنقر